السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلو وسلم وبركاته على سيدنا محمد وعليه لأصحاب الغرور المايمين ازايكم ياسان والعجادي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هناخد اهم البراجرافات المتوقع في المتحان ان شاء الرحمن فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول عشان ما يتولش معنا طبعا هنبدأ هناخد الوحدات بالترتيب تمام هنبدأ بقى اول حاجة الفيموس جيمناست ايفي هى الفيموس جيمناست اللي هو لاعب الجمباز المشهور او لعب طيب لو ما جنيش العنوان ده ممكن يجيلك على الايه السبورت ستار النجم الرياضي لو جالك على النجم الرياضي انت كده ممكن تكتب حاكته عن حبيبة مارزوق زي ما انا كدبلك النهاردة واني بقى ضربنا عصفرين بحجر واحد ان انت حفزت كده عن حبيبة مارزوق اللي هي الطوب جيمناست او الفيموس جيمناست وكمان حفزت السبورت ستار طيب انت مش عايز تكتب عن حبيبة مرزوق اكتب عن محمد صلاح لو جالك الاسبورت السستار اللي اسهل بالنسبة لك اكتبهم ما فيش اي مشكلة فتعالوا كده نشوف مع بعض انا عندي هنا حبيبة مرزوق طبعا انا كدب لك جمل بسيطة وسهلة تعرف تحفظها ولو اكتفيت بدول بس عادي برضو هتاخد الدرجة ان شاء الله كاملة تعالوا نشوف مع بعض طبعا اول حاجة كده هتلاقيني في اول سطر ستايب مسافة كلمة والباقي كله وراء بعضي طيب نشوف مع بعض حبيبة مرزوق طبعا حبيبة مرزوق هي الطوب جيمناست في ايه في افريكيا خلصت حطت نقطة هبدأ الجملة التانية يبقى بحرف كابتل وبرضو بعد ما خلص الجملة حطه نقطة هي عايشة في القاهرة مع عائلتها عندها حياة مشغولة دايما بعد ما قلنا بقى عندها الحياة بتاعتها بيزي قلنا بتروح المنرسة بتعمل بجد بتتمرى من خمس لست ساعات عايزة تروح الاليمبياد عائلتها بتساعدها هي عايزة تحقق اهدافها وفي الاخر هنقول يعني انا بحبها زي ما قلتلك انت ممكن تكتب عن محمد صلاح لو جالك على السبورت السستار ما فيش مشكلة حافظ البراجراف بتاع حبيبة مرزوق برضو ما فيش اي مشكلة تمام لكن بقى لو جاتلي صريحة فيه مصد جيمناست يبقى على طول حبيبة مرزوق خلاص كده البراجراف الاولاني خلص عايز بقى انت تزود جمل تاني زود عايز تكتب عن اي حد تاني ما فيش اي مشكلة الموضوع متاح معاك انا بس بديلك اهم مثلة تمام؟ تعال بقى نشوف البراجراف اللي بعده عندنا بقى هنا الفيفورت سبجيكت موضوع مهم جدا وبيتكرر كتير في الامتحانات ايه هو الفيفورت سبجيكت المادة المفضلة براحتك بردو انت عايز تكتب عن اي مادة تاني اكتب انا طبعا مختارة الانجليز فهنقول ايه مادة المفضلة هي الانجليز بحبها لان هي ايه ممتعة انا باخد انجليز كل يوم انا بحب مدرست الانجليز بتاعتي لانها عطوفة انا بيخد او بيبقى عندي متحان انجليز كل شهر انا بحصل على الدرجات النهائية بقى ارى كتب انجليزي في المكتبة وده بيسعدني انه يطور لغتي انا عايز اسافر انجلتورة عشان اتكلم انجليزي كويس تمام؟ طبعا انت لو حابب اي مادة تاني اكتب عنها مفيش اي مشكلة بس طبعا اول سطر ده هيبقى ثابت معاك my favorite subject is وتغير المادة زي ما انت عايز ولو عايز تكتم I like it because it's fun برضو مفيش مشكلة وتغير بقى الانجليز كل الانجليز اللي انا كتبه لو عايز تحطت مثلا مكانه او science او social status او computer status مفيش اي مشكلة تمام؟ باراجراف سهل جدا جدا وفي نفس الوقت مهم جدا جدا انا سيبه لك البراجرافات كده عشان تعرف تاخدها سكرينات وتعرف تذكرها تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده برضو مهم جدا جدا البراجراف ده اللي هو technology التكنولوجيا هنقول اول حاجة I love technology انا بحب التكنولوجيا It's very important in our life مهم جدا في حياتنا We use it everyday بنستخدمها كل يوم Mobile phones and the internet are forms of technology التلفونات والانترنت دي اشكال من التكنولوجيا I use my tablet to play video games انا بستخدم التابلت عشان العب العب فيديو I send messages to my friends ببعث رسالة لاصحابي My favorite lesson is computer studies والدرس المفضل عندي هو الحسب الالي Most people use the internet to communicate with each other بيقول ناس كتير بيتستخدم الانترنت عشان تتواصل مع بعضهم The technology has changed our life a lot والتكنولوجيا غيرت حياتنا كتير طبعا مهم جدا جدا وبيتكرر برضو كل سنة التكنولوجيا تمام انا جايبالك بص اهم البراجرافات فعلا ما بيطلعش منها الامتحان خلاص اهم المواضيع فاتمنى ان انت تاخد الفيديو ده النهاردة تذكر ومذكر ايه من نار عشان ده مفيش واحدة فيهم هيطلع برها الامتحان فتضمن درجة البراجراف لانه بيبقى مشكلة مع الناس كتير من صغورنا ما تعودناش ان احنا نكتب براجراف فبتبقى مشكلة كبيرة جدا معنا فاحفظ بقى كم جملة لو انت ما بتعرفش تكتب الناس اللي بتعرف تكتب خلاص خد العنوان وكتب انت جمل زي ما انت عايز بس انا كلامي للناس اللي هي الضعيفة في الكتابة تمام طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع اللي بعد كده خد الموضوعات دي سكرينات وذكرها دي انا بقولك اهم موضوع بقى معنا هاو تو بي سيف اونلاين ازاي اكون امن على الانترنت سهل جدا جدا وكلماته سهلة وممكن تكتب في حاجات كتير قوي هنقول ايه لما تكون على الانترنت لازم تتبع المعلومات دي عشان تكون في امان اول واحدة معنا اول حقيقة كلمة السر بتاعتها تبقى سر ما ينفعش اعمل صدقات مع ناس انا معرفوش على الانترنت ما ينفعش اقول الناس عن معلومات الشخصية ما ينفعش نبع صور لأي حد ما ينفعش ارد على مكالمة فيديو من حد لو انت بقى الان من حاجة او بسبب حاجة يبقى المفروض ان انا هقول لبابا وماما او المدرس بتاعها او المدرسة بتاعتي تمام موضوع مهم جدا 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 لو عايز تزود عليه جمل تزود ما فيش اي مشكلة عايز تغير جمل من اللي انا كتبها برضو ما فيش اي مشكلة بس اول سطر لحد كلمة to be safe اتبوا زي ما هو لو جايلي موضوع how to be safe online ازاي يكون اقامن على الانترنت تمام طبعا فيه تعليمات تاني كتير عندنا في كتاب المدرسة برضو اكتبها لو انت بقى شاطر في كتابة البراجراف اكتب جمل اكتر واكتر بحيث ان انت لو طلعت عندك جملة مثلا الجراماتيكا البتاعتها غلط او البنك توشن بتاعها غلط اشوف الجملة التانية تكون صحف يحط لك دي مكان دي تمام طيب نشوف بقى الموضوع اللي بعد كده voluntary work برضو مهم جدا جدا اللي هو العمل التطوعي هنقول ايه I like voluntary work انا بحب العمل التطوعي It's a good job in life يعني وظيفة كويسة في الحياة I do voluntary work on Sundays انا بعمل عمل التطوعي ده ايام الحد I help in children's hospital انا بدايما بساعد في مستشفى للاطفال We play games and we read stories احنا كمان بنلعب وبنقرأ قصص You can do voluntary work everywhere ممكن تعمل عمل التطوعي ده في اي مكان You can help poor people and also orphan children Children they really need our help بيقولك كمان انت ممكن تساعد الفقرة وكمان الاطفال الايتام لانهم فعلا محتاجين المساعدة عايز بقى تكتب وتقول مش عارفة انا بروح مع عيلتي انا بروح مع اصحابي مثلا اي مكان مستشفى نادي اي حاجة ورفنيت جدار ايتام مفيش اي مشكلة اكتب زي ما انت عايز ممكن تكتب الجمل بتاعتي وتزود عليها او تكتب من عندك انت مفيش اي مشكلة تعالوا نشوف البراجراف اللي بعد كده عندك بقى البراجراف ده ليه كذا معنى يعني انا هقول trip او our trip to luxury اصوان اي حاجة المهم ان هي في كلمة trip رحلة او النتيجة بمعنى كلمة هلدي الاجازة او مثلا الday out يوم ما انا طلعت فيه او الفيفورت دي اليوم المفضلية في الاسبوع او on the beach او على الشط كل دي عناوين لنفس ايه الجمل اللي انا هكتبها مع مراعاة ان انا ممكن اغير بس الاماكن تمام فدي بتمشي مع خمس باراجرافات trip والهوليدي والday out والبيتش ومثلا الفيفورت دي اليوم المفضلية في الاسبوع مس ايه هتغير بس جملة كده عشان تبقى يقوله ان انت هتتكلم عن الموضوع ده انا بقى هناك اتبقى لك عن ال trip والهوليدي والاتنين ينفعوا تكتبهم في اي عنوان منهم اول حاجة كده اي لايك زا هوليديز انا بحب الاجهزة اي لايك تو جو ان تريبس بحب اروح في رحلات اي لايك تو جو تو الازهر بورك بحب اروح حديقة الازهر مكان المفضل برضو لو جالك اكتب عن حديقة الازهر اكتب له برضو الموضوع ده كبيرة و واسعة كبيرة ونظيفة بلتقط صور مع عائلتي وبلاي فاطبل بنلعب كرة قدم ويأت دلشيس فود بناكل اكل لزيز ويسام تايمز جو تو زا بيتش احيانا بنروح الشط ويسوام ان دا سي وبنلعب وبنعوم في البحر ويريلي انجوي اور تايم احنا فعلا بنستمتع بوقتنا فدي تمشي مع الترب ما فيهاش اي مشكلة تمشي مع الهوليدي برضو تمشي مع الازهر بورك تمشي مع المكان المفضل مع البيتش الشط ما فيش اي مشكلة كله صح تمام طيب الموضوع اللي بعد كده الفيفوريت ديش الطبق المفضل ودي كانت عندنا في اخر وحدة ممكن تكتب بقى عن اي اكلة انت بتحبها بس انا جايب بلك اسهل اكلة واحنا حافظين الكلمات بتاعتها فهتكون سهلة علي ايه هي وصفة الرز بلبن هنقول الرز بلبن is my favorite dish الرز بلبن طبق المفضل I like it very much بحبه جدا It's very easy to make it يعني سهل ان انت تعمله It's ingredients or rice, sugar, water and milk المكونات بتاعته رزه سكر ومية ولبن You can add some nuts on the top ممكن تحط مكسرات على الوش I like to add cinnamon انا بحب اضيف ارفة بعد كده You can make it by yourself at home ممكن تعمله بنفسك في البيت My mom makes it very delicious ماما بتعمله لذيذ جدا طيب ده اسهل طبعا انا ممكن اكتب عنه عايز تكتب عن الكشري مفيش اي مشكلة برضو احنا واخدين الكلمات بتاعته عارفين المكونات والكلام ده كله بس هي كلمة يعني الباريجراف بتاع الرز بلبن سهل جدا وكلماته سهلة تمام واحنا اصلا حافزينها فاول ما يجيني عن الفيفورت ديش الطبع المفضل اكتب عن الرز بلبن على طول طبعا شايفيني الجمل سهلة جدا جدا يعني يبصوا اللي في ابتداءة يعرفوا يفعظوها ويكتبوها صح بس خليلي بالك من الحروف الكابيتل وكل جملة بنحط في اخيرها نقطة وابدأ بحرف كابيتل الحاجات دي بتفرج جدا جدا في الباريجراف وبتبين ان انت فاهم وعايز تاخد درجة كاملة تمام ما تسيبش بقى اي حاجة في الباريجراف اكتب جمل عايز تزود تاني زود مفيش اي مشكلة دول بقى اهم الباريجرافات اتمنى بقى ان انت بعد الفيديو ما ينزل النهاردة على طول توقف الفيديو وتاخد سكريناد او تكتب على طول الباريجرافات دي عشان ندمن درجة الباريجراف تمام واكتبولي هتمتحنوا امتى لان طبعا محافظات محافظات فاكتبولي هتمتحنوا امتى عشان نعمل مراجعة نهائية مع بعض ان شاء الله طبعا في باريجراف تاني ومهمة ممكن يجيلك عن مثلا ماي الفاملي طبعا هتبقى سهلة جدا جدا عيلتي هتقول بقى ماي نيمس كذا بس ما تكتبش اسمك انت اكتب اي اسم تاني وبابا شغال كذا وماما شغالة كذا وده عمره كذا وده عمره كذا واخواتي عندي كم اخ وكم اخت وجدتي مثلا انا عايشين في القرياف هي او جدي ومش عارفة وبروح ازورهم واكتب بقى عن العيلة بتاعتك وانا بحب قيلتي طبعا باريجراف سهل جدا جدا وانت متعود عليه فانا ما حبيتش ان انا اكتبوا لان انتوا عارفين وانا حبيت بس اجيب الموضوعات الجديدة والمهمة تمام كده احنا قفلنا كل الباريجرافات وطمنا سؤال في الامتحان خلاص في المراكعة النهائية هخليك تضمن اسئلة تانية تعرف تحلها لوحدك اتمنى بقى الفيديو يعجبك وخلي بالك من الملتركات اللي انا قلتلك عليها الحاجات دي بتفرق برضو زي ما قلتلك ولو عايزين بقى اي حاجة اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله انا معاكم لحد الامتحانات بس اكتبوا لي الايام بتاعتكم امتى ان شاء الله وبإذن الرحمن هنكمل حل مستر يورتيرم وكذا ناص بإذن الرحمن والمراجعة النهائية تمام وما تيلقوش الامتحان هيكون سهل بس انت اذاكر وعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمك وبالنجاح والتوفيق يا رب لكل الطلبة ابتدائي وعددي وسنوي يا رب بالنجاح والتوفيق يا رب للجميع ولو عايزين اي حاجة اكتب لي في الكومنتات واشوفكم على خير في فيديو جديد وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته